رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الإسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر الإقضابية صباح اليوم وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بتصريح أكد فيه أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد وجه إلى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليتناسب وطبيعة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة وبما يحقق التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن وذلك بتقليص عدد الوزرات والهيئات الحكومية عبر دمج الوزرات وتقليل عدد الهيئات والمؤسسات والحاقها بالوزرات القائمة قدر الإمكان للحد من تضخم الجهاز الحكومي وضمان رفع كفاءته وزيادة إنتاجيته بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعات نفطية في مملكة البحرين من خلال مواصلة استقطاب كبريات الشركات والخبرات العالمية حثا سموه على الوقوف على المستجدات والتحديات في قطاع النفط والغاز وتبدل الآراء بشأنها من خلال الفرص المتاحة والتي يمثل إحداها المعرض العشرين للنفط والغاز بالشرق الأوسط ميوس 2017 الذي أقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر والذي أناب سموه بافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا لإسهاماته في بلورة الأفكار المشتركة التي تخدم هذا القطاع وتساعد في تنميته وزهاره بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة مراعاة مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا وتقاليدنا عن تناول الأخبار المتعلقة بالقضايا والحوادث في وسائل الإعلام موجها سموه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون الإعلام بالتنسيق في هذا الخصوص وفي سياق ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر إلى الصحافة ووسائل الإعلام وكتاب الأعمدة لرصدهم الموضوعي ونقدهم البناء وما يتناولونه من قضاياتهم المواطن وتساند الحكومة في سعيها الدؤوب نحو تقديم الأفضل وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الوزراء والهيئات الحكومية بالتجاوب المستمر والمتواصل مع الصحافة والرد على ملاحظاتها وكل ما يثار بشأن عمل هذه الوزراء والهيئات وكلف سموه وزارة شؤون الإعلام بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة والوزراء في هذا الشأن موسيقى 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 بعدها نظر مجلس الوزراء للمذكرات المدرجة على جدول أعماله حيث اتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولاً تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحصر المدارس الحكومية المؤجرة وتقييم وضعها الإنشائي فقد اطلع المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية على نتائج هذا التقييم الذي تم بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة من اللجنة المذكورة حيث أشار التقرير إلى أن المدارس الحكومية المستأجرة وعددها ثلاث مدارس فقط من أصل 209 مدارس حكومية مستوفية جميعها نصيبها من الأعمال الصيانة والشاملة وتتمتع بوضع إنشائي جيد وتخضع للرقابة والصيانة الدورية المستمرة ثانياً اطلع مجلس الوزراء من خلال وزير شؤون الكهرباء والماء على النتائج الإيجابية التي تحققت على صعيد التحسن الملحوظ في المبالغ المحصلة لهيئة الكهرباء والماء والانخفاض في المبالغ المستحقة لها مقارنة مع السنوات السابقة وكذلك التحسن الذي تحقق بنسبة جيدة على صعيد تقليل حجم الفاقد من المياه حيث أثنى المجلس على الجهود التي تبذلها وزيرة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء في هذا الجانب ثالثاً وافق مجلس الوزراء على الآلية التي اقترحتها الأمانة العامة لمجلس التعاون للتسريع في التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية المعمول بها وينسجم مع التوصيات المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة رابعاً وافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على البروتوكولين المعدلين لاتفاقية الطيران المدني الدولي الذين تم التوقيع عليهم في مونترليال بكندا في السادس من أكتوبر الماضي وقرر إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية خامساً اطلع مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع السادس للجنة البحرينية التركية المشتركة الذي عقد في أنقراء مؤخراً وأخذ علماً بما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في مجال التجارة البينية والقطاع المالي والمصرفي والإسكان والبنية التحتية والقطاع الصناعي والمواصلات والصحة ومجالات التعاون الفنية الأخرى سادساً وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية وملحقيها الأول والثاني الموقع في مدينة المنامة بتاريخ الثامن عشر من يناير عام الفين وسبعة عشر وأن يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالته إلى السلطة التشريعية سابعاً أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانون تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب الأول مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم أربعة عشر لسنة الفين واثنين والثاني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم اثنين وستين لسنة الفين وستة بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمهارض